برحب بكم أيضا مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة ابن وصايمين يعترف أن الوحبية مجسمة احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت أن ابن حجر بيقول على أهل السنة أنهم مجسمة وقال لو قال من ينسب إلى التشسي من اليهود لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمنا كذلك ولم يكن مؤمنا يعني كفر وبعدها شفنا ابن حجر بين الكلام ابن بطال اللي بيتهم كل من يثبت أن لله عين حقيقية بيتهمه طبعا بالتشتيب والشيخ الجامي قال لنا أن الأشعارة بيحكموا على من رفع أصبعه إلى السماء علشان يثبت عليه والله معتقد بيها يبقى كافر ولو رفع أصبعه وهو غير معتقد يبقى فاسق والمفروض يتحكم عليه بقطع أصبعه وبعدها شفنا الحديث الزكر في البخاري قال زكر الدجال عند النبي فقال إن الله لا يحفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور إلى عين اليومنا كأنه عنب طافية ابن حجر في شرح الحديث ده قال احتجت المجسمة بهذا الحديث وقاله في قوله هو أشار بيده إلى عينه دلالة على أن عينه كسائر العين يعني حسب مسهب الأشعارة اللي يشاور بصبعه الفوق علشان يثبت له والله يتقطع أصبعه والرسول لما يشاور على عينه عشان يثبت إن لله عينه حقيقية يبقى المفروض تتفق عينه وده بالضبط وصف الدجال مفقوع عينه وكفر وسبنا استؤال شيخ الأصهر هل عشان كده حايف تنزل بالمسهب الأشعاري للعام أحسن يفهموا أن الرسول الإسلام هو الدجال المسهب الأشعاري بيكفر كل من يثبت لله استفات الخبرية على حقيقتها زي اليد والساق والعين وده نفس كلام ابن حجر في كل اللي احنا نقلناه وده نفس كلام الشيخ الأصهر وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي لشيخ الأصهر عشان نفهم الموضوع اللي مهدنا ليه في كل الكلام اللي فات وإن الإمام أحمد ما كان يؤمن أن لله يداً كأيدينا أو أن لله يد فيها أصابع أو أن لله يد فيها أظافر أو أني إلى آخر وما كان يؤمن أنه يضحك بمعنى أن له أسنان ويبتسم أو له عينين فيها حدقة أبداً معاذ الله لم يكن هذا اللي يعبد كده ده بيعبد جسم يعبد جسم وإحنا عبادة الأجسام عندنا مهرب شيخ الأصهر بيقول أن الإمام أحمد ما كانش بيؤمن أن لله يد كأيدينا وأن لله يد فيها أصابع وأن لله يد فيها أظافر وإن إلى آخره وما كانش بيؤمن أنه بيتحك بمعنى أنه لأسنان ويبتسم أو له عينين فيها حدقة أبداً معاذ الله اللي يعبد كده يعبد جسم واللي بيعبد جسم إحنا عندنا عبادة الأجسام شرك وطبعاً في نفس الحلقة إحنا علقنا على كلام شيخ الأصهر وقلنا إن الشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بيخترع ويدف من عنده إن الوهابية بيقولوا إن الله لأسنان وأظافر وحدقة فين مصدر كلامك من الكتب يا شيخ الأصهر أين المصدقية في كلامك وقال إن اللي يعتقد بإثبات الصفة على حقيقتها زي اليد لله والساق ده مجسم ومشرك وطبعاً لجدد سؤالنا لشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب فين مصدر كلامك؟ من الكتب يا شيخ الأصهر إيه؟ فين المصدقية في كلامك؟ طبعاً النقطة المشتركة بين ابن حجر وشيخ الأصهر هي كلمة التجسيم وخلينا نشوف مع بعض الفيديو الجاي عشان نتأكد هذا اللي يعبد كده ده بيعبد جسم يعبد جسم وإحنا عبادة الأجسام عندنا شرك وزي ما شوفنا شيخ الأصهر بيقول اللي بيعبد كده بيعبد جسم يعبد جسم وإحنا عبادة الأجسام عندنا شرك والنتيجة عند ابن حجر وشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب إن التجسيم كفر بس فيه ملحوظة مهمة هنفهمها مع بعض إن إحنا نقلنا في حلقة رقم 108 وكانت بعنوان علماء الأصهر يكفرون الشيخ البرق خلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي ونعلق عليه فإن قال قائد إذا قلت مستوى على العرش على على العرش لازم أن يكون جسما لازم أن يكون جسم ومحدودا ولهذا لما جاءت امرأة الجهن والصفان إلى الكوفة أو إلى البصة والشيء مع الناس عليها من أقشونها قالت إنها تكفر بمحدود على محدود العرش محدود وهي تقول إذا كان مستوى على محدود لازم أن يكون محدودا فما هو الجواب على ذلك الآن قلنا يلزم أن يكون جسما وأن يكون محدودا نقول إذا لازم أن يكون جسما من كلام الله فليكن ذلك ونحن نؤمن به ولكننا نقول إنه ليس كأجسام المخلقين وإن من يلزم ذلك فلا يلزمنا أن نلزم به ولا يكون قولنا باطلا بهذا الإلزام الباطل ثم نقول ماذا تعنون بالجسم أتعنون بالجسم الشيء المركب من لحم وعظم ودم وما أشبه ذلك فهذا ممنون أم تريدون بالجسم الشيء القائم بنفسه الفاعل لما يريد الذي يأتي ويتكلم وينزي إن قالوا يريد هذا فنحن نأتزم به ونقول إن الله هو هذا وليس في مثل شيء وهو السميع البصير شكنا الشيخ ابن عسيمين بيقول لو حد قال استوع العرش بمعنى على العرش لازم أن يكون جسم ومحدود وعشان كده زوجة جهم ابن صفوان لما راحت البصرة وراحوا لها الناس علشان ينقشوها قالت لهم إنها تكفر تكفر بمحدود على محدود لأن العرش محدود وبعدها الشيخ العسيمين راح قال بيجاوب على كلامها وبيقول فإن لزم أن يكون جسم فليكن ذلك يعني هو بيقول فليكن ذلك وإن أهل السنة يؤمنوا بي ولكنه جسم ليس كالأشتام المخلوقين ونلاحظ أنه بيقول في الآخر ليس كجسم المخلوقين وهو ده التجسيم بعينه عند الأشعارة والسؤال اللي هنعرف إجابته ما هو نوع هذا الكفر وطبعا أهل السنة المقصود بهم هم الأشعارة والكلام ده احنا قلناه في حلقة رقم 21 وكانت بعنوان رأي ابن حجر في أهل السنة والجماعة سهل بخير كتاب الصلاة أبواب استقبال القبلة باب عزة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة في قول الحفظ ابن حجر لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مخصوص ولا مقابلة ولا قرب وفي نفس الحلقة أنا أن كلام الشيخ البراكو هو بيؤكد أن ابن حجر يقصد بأهل السنة الأشعارة لما الشيخ البراكو قال وقوله لأن الحق عند أهل السنة والجماعة أن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضو مراد الحافظ بأهل السنة هنا الأشعارة ونفس الحلقة شفنا سهل بخير كتاب التوحيد بقول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أزن له قال الحافظ ابن حجر وأثبت الحنبلة أن الله متكلم بحرفه وفي نفس الحلقة هيقول أنها مجسمة في سهل بخير كتاب التوحيد بقول الله تعالى وجوه يوم إذن ناضرة إلى ربها ناضرة الحافظ بن حجر قال وقال ابن بطال تمسك به المجسمة فأثبته لله السورة يعني الحنبلة مجسمة ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة شفنا في حلقة النهاردة الشيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب بيقول أن الإمام أحمد ما كانش بيؤمن أن لله يد كأيدينا أو أن لله يد فيها أصابع أو أن لله يد فيها أظافر أو إلى آخر الكلام وما كانش بيؤمن أنه بيضحك بمعنى أنه لي أسنان ويبتسم أو ليها عينين فيها حدقة أبدا معاذ الله اللي يعبد كده بيعبد جسم يعبد جسم وإحنا عبادة الأجتام عندنا شرك وشيخ لو سيمين قال فإن لزم أن يكون جسم فليكن ذلك وأن أهل السنة بيؤمنوا بي ولكنه جسم ليس كالأجتام المخلوقين وأن ده هو التجسيم بعينه عند الأشعارة وشفنا أن الأشعارة بيسموا نفسهم هم أهل السنة وشيخ البراك أكد الكلام ده وهو بيرد على ابن حجر بيقول لأن الحق عند أهل السنة والجماعة وأن الرؤية لا يشترط لها عقلا عضوا إلى آخر الكلام مراد الحافظ بأهل السنة هنا الأشعارة وابن حجر سمى الحنبلة لأنهم مجسمة لأنهم بيثبتوا لله السورة وأنه متكلم بصوت وحرف وتابعوني حلقة جاي عشان نشوف شيخ الأصهر هيوصف الوهابية بإيه وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقبل بعقل وأنه يرد بعقل وأنه ينكر بعقل يبقى الجنة أو العوبة بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر